الخارطة الانتخابية هذه المرة تختلف عن الخارطات الانتخابية للدورات الماضية أنت تعلم بأنه لك عداد كبيرة من المستقلين جاءوا هذه المرة وخاصة الذين يمثلون توجف تشرين شباب تشرين اليوم عدد كبير من هؤلاء المرشحين الذين فازوا بالانتخابات هم يمثلون شريحة واسعة من المجتمع العراقي التي كانت تعارض القوى السياسية وتعارض العمليات السياسية للفترات الماضية وهؤلاء يمثلون توجه تشرين إضافة إلى ذلك كثير من القوى السياسية اليوم ضعفت كثيرا وخاصة القوى السياسية التي تمتلك السلاح أو قريبة من السلاح المنفلت أو التي تمتلك النفس الطائفي هذه أيضا ضعفت بهذه الانتخابات لذلك أقول بأنه نعم هناك اختلاف عن الدورات الماضية في نتائج هذه الانتخابات والدرجة الأولى قد تم المرور من خلالها من خلال انتخاب رئيس مجلس النواب هذه الكتر السياسية اتفقت فيما بينها وبالمناسبة هذه الكتر السياسية التي اتفقت تمثل كل المكونات اليوم هناك من المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي تفاهموا فيما بينهم وتخطوا العتبة الأولى وهي انتخاب رئيس مجلس النواب وبما أنه رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي قد اقتنع به عدد كبير من النواب ورأيتم كيف أنه أثناء الانتخاب لرئيس مجلس النواب حصل على مئتي صوت هذا معناه بأنه استطاع أن يقنع السنة والكرد والشيعة بحيث حصل على هذا العدد الكبير وأنا أعتبر ذلك هو إنجاز لتقدم وإنجاز للقوى السياسية المتفاهمة مع تقدم في هذا الموضوع